وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة كذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالكامل إضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها جاء ذلك خلال متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرئي والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات وذلك لتدائم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة من خلال محاور عدة رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز بالأضافة إلى إنشاء الكبار على مصبط المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة فضلا عن تكريك جزء كبير من المنطقة وأيضا أعمال التطهير وإزالة التعديات وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو العمرانية أو الاجتماعية أو السياحية وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية موسيقى 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 اشتركوا في القناة وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 412 قضية تموينية بمعبطات بلغت قرابة 35 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وضبطت وزارة الداخلية أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية في مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة إلى جانبي ضبط قرابة 31 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط 623 قضية من بينها 155 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط قضيتين في مجال مخالفات التلعب منظومة توريد وتدول القمح المحلية بمطبط بلغت أكثر من ثلاثة أطنان من الأقمح المحلية انتهت أعمال الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب والذي تترأس بلاده مجلس وزراء الخارجية العرب جاء ذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيت وناقش الاجتماع عددا من الملفات على رأسها الأم الغذائي العربي والتحضير القمة العربية المقرر انعقادها خلال العام الجاري بالجزائر إلى جنب مناقشة القضية الفلسطينية وتطوراتها والأوضاع في لبنان وقلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إن هناك تضامنا عربيا مع لبنان ودعمه موضوع الحرب الأوكرانية وتأثيرها المدمر على كثير من الدول العربية سواء في مسألة الغذاء أو مسألة الطاقة الموضوع الصومالي الصومال يقترب من مجاعة مخيفة نتيجة لقحة وقلة الأمطار يتعرض احتمال أن يتعرض ملايين من أهل الصومال للخطر أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أهمية تمسك لبنان بعلاقته الأخوية مع الأشقاء العرب خصوصا دول مجلس التعاون الخليجية وشدد عون على أن اللبنانيين يستبشرون خيرا دائما بعودة العرب إلى لبنان بأذلك خلال استقباله المشاركين في الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب مضيفا أن التعاون والتضامن بين الدول العربية مهم في ظل ما تشهده الدول من أزمات وضغوط وتحولات لفتا إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة الاهتمامات إلى جانب معاناة بعض الدول العربية وشعوبها من الحروب قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نبيب ميقاتي إنه لا حقيبة مقصورة بطائفة وأضاف أنه بهذا الظرف الذي تمر به البلاد لن يفتح إشكالا فيما يخص وزارة المالية جاء ذلك خلال زيارة ميقاتي للبتريارك الماروني بشارب بطرس الراعي ولفت ميقاتي لأنه لا منع لديه بإجراء أي تعديل على التشكيل الحكومية التي قدمها للرئيس عون والذي عليه أن يختار ما يريد وعليه أيضا إن تم تغيير التشكيل وأكد أنه خلال شهرين أو ثلاثة سيكون لديهم رئيس جديد وحكومة جديدة أفاد مصدر أمني عرقي بانفجار عبوة الناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي مما أصفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى وقال المصدر الأمني أن جندي قتل وأصيب اثنان أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية من الفرقة الزلزالية نتيجة انفجار العبوة الناسفة وأشار إلى أن العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء تلعفر في نينوى أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر ارتفاع عدد الإصابات بالحمة النسفية إلى مائتين وست وعشرين إصابة جديدة وقال البدر أن الوزارة سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حالة إصابة جديدة بالحمة النسفية في محافظة ذيقار وبذلك رفع عدد الإصابات الكلية إلى مائتين وستة وعشرين من ضمنها ستون وثلاثون وفاء كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الحمى النسفية تنتقل من شخص لآخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته وتسبب الحمى النسفية الوفاء بنسبة تتراوح ما بين 10 و40% من الإصابات دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لندر كينغ قوات الحوثي لتقديم تنازلات بشأن المقترح الأممي الخاص بفتح المنافذ في محافظة تعز وذكر المبعوث الأمريكي أن هدنة الأمم المتحدة في اليمن تنص في بنودها على ضرورة فتح الطرق والمنافذ من وإلى مدينة تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن وشدد على ضرورة إداد طريقة من جانب قوات الحوثي حول اقتراح الأمم المتحدة بشأن تعز لتتمكن من المضي قدما في قضايا الأخرى ذات الأهمية الأكبر بالنسبة لليمن ميدانيا قصفت قوات الحوثي مواقع قوات الجيش اليمنية في محافظة الضالع بوسط اليمن وذلك في خارق جديد للهدنة وذكرت قناة اليمن الإخبارية أن القصف أسفر عن استهداف سيارة إسعاف في قطاع بب غلق غربي مدرية قعتبة بمقذوف من طائرة مسيرة إضافة إلى استهداف الأعيان المدنية ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وصرحت القناة أنه برغم الهدنة الأممية الثانية التي دخلت شهرها الثاني فإن الخرقات تتواصل بين طرفي الصراع في مختلف الجبهات وعلى رأسها الساحل الغربي والضالع ومأرب أعرب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي عن شكره للولايات المتحدة على حزمة الدعم الجديدة المقدمة لبلاده والتي تتضمن أحد أكثر أنظمة الدفاع الجوي تقدما وقال زيلانسكي أن حزمة المساعدة العسكرية الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة ستعزم الدفاعات الجوية لأوكرانيا بشكل كبير أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا لن يتزعزع وأن بلاده ستواصل الوقوف مع أوكرانيا وفي بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونية قال بلينكين أن الشعب الأوكراني يواصل القتال من أجل بلده وتواصل الولايات المتحدة الوقوفة إلى جانبه مؤكدا التزام واشنطن باستقلال وأمن وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا هذا وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تقديم حزم جديد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا أحدث هذه المساعدات أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية وتشمل أنظمة صواريخ ورادارات وطلقات مدفعية في أحدث شحنة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتجون أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا إثنين من أنظمة الصواريخ ناسامز أردجو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية وما يصل إلى 150 ألف طلق مدفعية يأتي إعلان البنتجون بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن القطوط العارضة لحزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار عاقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلس في مدريد والتي تركزت على بحث الأزمة الأوكرانية وقدم البنتجون تفاصيل أكثر مع إطفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة هاي مارس وتهدف المساعدات الأمريكية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية بينما تواجه قصفا مكثفا بالمدفعية الروسية الثقيلة حيث تأتي الحملة الروسية المتصاعدة المتمثلة في هجمات بالصواريخ بعيدة المدى على المدن الأوكرانية في الوقت الذي حققت فيه قواتها مكاسب على الأرض في الشرق وبعد أحدث صفقات الأسلحة لكييف تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6.9 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي قدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين التأكيد على أن روسيا باتت الآن تشكل أكبر تهديد لأوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وخلال مراسم تسليم قيادة القوات الأمريكية في أوروبا وقوات الناتو إلى الجنرال كريستوفر كابولي شدد أوستين على ضرورة مواجهة اعتباءات روسيا من أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بحسب تصريحاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 227 طائرة و1430 طائرة مسيرة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وأضفت الدفاع الروسية أن قوتها دمرت خمسة مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس وميكولايف وباستخدام أسلحة عالية الدقة إلى جانب قصف ثلاث مواقع تغزين في منطقة زابوريجيا وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت تدمير طائرات هجومية روسية من تراسو 25 مواقع محصنة للقوات الأوكرانية في عدة مناطق فضلا عن قصف قاعدة أسلحة ومعدات أوكرانية في مصنع للقرارات في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا أجرى رئيس هيئة الأكان العامة للقوات المسلحة الروسية فالري جراسيموف زيارتان إلى بركز قيادة عملية القوات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لفحص وتفقد الجنود والضباط والاطلاع على سير العملية العسكرية وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن جراسيموف استمع إلى القادة بشأن العملية العسكرية الخاصة كذلك إلى قادة المحاور في مختلف المناطق والمحاور وقد أكد أن الجيش الروسي يهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط نافيا استهداف روسيا للبنية التحتية المدنية أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن روسيا تواصل تحقيق تقدم ضئيل حول منطقة ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا وقالت الوزارة أن الضربات الجوية والمدفعية تتواصل في المنطقة مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية من المحتمل أن تواصل إعاقة القوات الروسية في جنوب شرقي ليسيتشانسك وأوضحت أيضا الدفاع البريطاني أن روسيا تواصل استخدام صواريخ مضادة للسفن تطلق جوا في دور ثاني للهجوم البرية ومن المحتمل أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تضاء المغزون الأسلحة الحديثة الأكثر دقة موسيقى 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 أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لما يعتبره تهديدا غير مبرر من جانب روسيا بقتل علاقات الدبلوماسية مع بولغاريا ردا على قرار الأخيرة بطرد سبعين من موظفي أستفارة الروسية وبداع انتهاكهم بنود اتفاقية فيين للعلاقات الدبلوماسية وفي بيان صحفي أكد الاتحاد الأوروبي دعمه وتضامنه مع بولغاريا في هذه الظروف لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة التي وصفها بغير المتناسبة من جانب روسيا لن تؤدي إلا إلى زيادة عزلها دوليا بحسب البيان أعلنت وكالة حرص الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفاردين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و479 ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذكر ريديو بولندا أن البلاد استقبلت 23 ألفا و600 لاجئ جديد وافدين من أوكرانيا مقابل 24 ألفا فيما غدر أكثر من مليوني و530 ألف لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة للنطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم يتم بمجابه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفر لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية بحثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي ورئيس المجلس الإقليمي لمنطقة إيل دو فرانس الفرنسية فاليري بيكريس الاحتياجات الإنسانية وخطط إعادة إعمار المناطق الأوكرانية وتعزيز الاتصالات بين الشركات في البلدين وقال مكتب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن الهدف من زيارة المسؤول الفرنسي وهو إقامة شركات مع منطقتين كييف وتشيرنيهيف من أجل تنفيذ برامج إعادة الإعمار أعلنت شركة داسبروم الروسية موصلة نقل 42.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا من خلال محطة صدقا عبر الأراضي الأوكرانية وأعلنت هيئة تشغيل نقل الغاز في أوكرانيا أنها ستغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة صخرا نوفكا اعتبارا من 11 من مايو الماضي بسبب قوات قاهرة حيث يزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضغط الغاز في منطقة لوهانسك إلى أن شركة الغاز الروسية القابدة لم ترى أي قوة تمنعه من ضخ الغاز عن طريق المحطة سجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا قياسيا جديدا في يونيو بلغ 8.6% على أساس سنويل كما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يورستيت الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الغبائية التضخم كابوس أصبح يلاحق منطقة اليورو في الآونة الأخيرة حتى وصلت نسبته إلى 8.6% في يونيو مدفوعا بزيادة قوية في تكاليف الطاقة تغذيها جزئيا للأزمة الأوكرانية مكتب الإحصاء الأوروبي أكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت وبات التضخم بذلك عند أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997 يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 41.9% وأسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 8.9% وكلهما أكثر من الزيادات المسجلة في الشهر السابق بينما ظلت الزيادات في أسعار السلع مثل الملابس والأجهزة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والكتب ثابتة إلى حد ما عند 4.3% وكذلك أسعار الخدمات بنسبة 3.4% أما التضخم الأساسي الذي يستبعد المكونات المتقلبة وينظر إليه على أنه مؤشر جيد لضغوط الأسعار الأساسية فقد تراجع قليلا إلى 3.7% في يونيو مقابل 3.8% في مايو الماضي ومن بين الدول الأعضاء لا تزال الدول البلطيق الأكثر تضرورا حيث بلغ التضخم 22% في أستونيا و20.5% في لتونيا وتسعة عشر في المئة في لاتفيا بينما سجلت أدنى معدلات التضخم في ملطا بواقع 6.1% وفرنسا 6.5% كان البنك المركزي الأوروبي قد لمح برفع معدلات الفائدة هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس لكن بعد بيانات نسبة التضخم يرجح الخبراء أن يقوم المركزي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أكد اتحاد مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في المتاجر البريطانية بنسبة 3.1% خلال يونيو الماضي مقارنة بالمستوى المسجل في يونيو 2021 وارتفعت كذلك بنسبة 2.8% مقارنة بالمستويات السعرية المسجلة في مايو الماضي وأشار اتحاد مبيعات التجزئة البريطانية أن الغلاء الذي تشهده المتاجر البريطانية كان في يونيو الماضي هو الأعلى منذ سبتمبر من عام 2008 أي منذ 14 عاما وأشار الاتحاد إلى أن نسبة ارتفاع تضخم وصلت إلى 5.6% مقابل ارتفاع نسبته 4.3% خلال مايو سابق في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية يواصل الاتحاد الأوروبي التمسك بمواقفه فيما يتعلق بالاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية الموقف الأوروبي انعكس من خلال تعهد المفاوضية الأوروبية بصياغة خطة طوارئ بهدف إنقاذ أوروبا بمصادر بديلة للطاقة قبل حلول فصل الشتاء يبدو أن طول أمد العمليات العسكرية في روسيا وعناد الدب القطبية سيؤدي في المستقبل القريب لتحرقات سريعة لإنقاذ أوروبا من موجة شتاء قد تكون هي الأعنى في تاريخها الحديث فقد تعهدت المفاوضية الأوروبية بصياغة خطة طوارئ الشهر الجاري لمساعدة الدول الأعضاء في الاستغناء عن الطاقة الروسية أرسولا فندرلاين رئيسة المفاوضية قالت إن هذه المبادرة ستبنى على تحرقات الاتحاد للتخلص من الفحم والنفط والغاز الطبيعي الروسي وستكمل التوجه العام على مستوى الكتلة الأوروبية لتسريع تطوير الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وبرغم تلك التصريحات إلا أنه من الواضح أن أوروبا لم تلمل بعد شتاتها وما زالت تتخبط في الطريقة المثلة لتنفيذ الخطة حيث تابعت فندرلاين بأنهم يحتاجون خطة جيدة ومشتركة على نحو تتدفق معه الطاقة مشيرة إلى أن الخطة سيتم تطويرها بالتنصيق مع الحكومة التشيكية للتخلص من الطاقة الروسية مقترحة حزمة بنحو 300 مليار يورو الخطة التي تحمل اسم ريباور إيو أعلنت في المي الماضي إلا أن ملامحها ما زالت غامضة في وقت تصرخ فيه التشيك عبر رئيس وزرائها بيتر فيالا الذي قال إن أسعار الطاقة تخنق اقتصادهم وهو الاختبار الأكبر للقارة البيضاء في الفترة المقبلة للمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي دكتور خالد بعد التحية كيف قرأت نسبة التضخم القياسية الجديدة التي تسجلها الآن منطقة اليورو خاصة بريطانيا وتوقعاتك بشأن أسعار الفائدة الحقيقة مستوى الخير لحضرتكم ومستوى الخير لسادة مشاهدين في كل مكان بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو الذي تضم 19 دولة تبقى لما تم إعلانه من مكتب الإحصار الأوروبي يوروستات ارتفاع أسعار الطاقة والموات الغذائية ارتفاعات غير مسبوقة حيث سيكلت ارتفاع أسعار الوقود 41.9% وتكاليف الغذاء 11.1% اعتقد أن هذا نتيجة تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على منطقة اليورو أحدثت ارتفاعات غير مسبوقة لم يتشهدها منطقة اليورو من قبل بالإضافة لقطع الغاز ومصادر الطاقة عن منطقة اليورو أعتقد أن دي كلها مشاكل أحدثت مزيد من الارتفاعات السعرية لكثير من السلع في داخل منطقة اليورو لم يتجد خلول منطقة اليورو وبعد خلول ناجعة نظير تدعيات قطع امتادات الغاز والبترول الروسي عن منطقة اليورو العقوبات صبت في صالح روسيا ولم تصب في صالح منطقة اليورو لم تستفيق هذه المنطقة بعد لم تجد حلول قوية لم تجد حلول لمنجابها ارتفاعات الأسعار أعتقد البنك الأوروبي مطالب رفع سعر الفائدة بوين 15% خلال فترة قادمة لكافة جماعة التضخم إنما لو تم رفع سعر الفائدة فده له أثر سيء على انكماش معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة تبدو خالد هل كل هذه التدعيات لها تأثير أو مدى تأثيرها على بقية المناطق في العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط أعتقد منطقة الشرق الأوسط يعني تجد حلول بديلة لأن منطقة الشرق الأوسط تتأثر بالوقود لدى منطقة الشرق الأوسط كافية لمنطقة الشرق الأوسط لأن الشرق الأوسط منطقة منتجة للبترول والغاز وبالتالي لم تتأثر منطقة الشرق الأوسط بالطاقة أو بالبترول والغاز لأن وجود تدائد داخل منطقة الشرق الأوسط بالبترول والغاز منطقة الشرق الأوسط بتتأثر بالحبوب والغلال اللي بيتم استرادها من روسيا وأوكرانيا أعتقد النهاردة هو ده التأثير السلبي الوحيد لدعاية الحرب روسيا الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط هو في الأمن الغزائي وأعتقد أن النهاردة بتبحث دول الشرق الأوسط على مصادر بديلة لكيفية استيراد الحبوب والغلال من مناطق متعددة من العالم بديلة عن روسيا وأوكرانيا إنما ده برضو عمل رفض في أسعار السلع الغزائية حول العالم إنما في زل تدعيات وطباط وثلاث الإمداد والتوريد وضعف حركة التجارة الدولية أثر بالسلط على منطقة الشرق الأوسط في الأمن الغزائي دكتور خالد كيف ترى محاولات أوروبا للتخلص من مصادر الطاقة الروسية والبحث عن مصادر طاقة بديلة هل هذه حلول قريبة قابلة للتحقيق في سبيل الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية البحث عن مصادر طاقة الروسية لم يأتي بإيجابيات للأوضع لاتصادات الدول منطقة اليوروب ليه لأن النهاردة دول منطقة اليوروب ترجع مرة ثانية إلى محطات الطاقة التي كانت تدرج الفحم فيما كان صادق فأعتقد لم تجد حلول دول الأوروبا أو دول اليوروب بدائت جيدة لمصادر الطاقة البديلة التي كانت من روسيا سواء البترول أو الغاز لأن النهاردة مصادر الطاقة البديلة منطقة الشرق الأوسط هل منطقة الشرق الأوسط قادرة وكافية أن تلبي احتياجات الدول للتحقيق الأوروبي أعتقد أنه لم تستطيع أن تلبي ذلك أخيرا دكتور خالد في ضوء ما ذكرت كيف ترى ما يجب على منطقة اليورو أن تتخذه من إجراءات ملحة للحد من نسبة التضخم والسيناريوهات المحتملة في الفترة القادمة هي العمل على من خلال هل الحرب أمد بعيد أم أمد قريب هل تستطيع دول اليورو أن تجلس على دائرة المتفوضات وأن تجلس حلول عاجلة بين روسيا وبين أورانيا الوضع حلول سلمية لهذه الحرب هذا أعتقد الحل البديل الأول إذا لم تضع فلابد من بحث عن مصادر البديلة للطاقة حول الشرق الأوسط وداخل إفريقيا أعتقد أن جاريا تستطيع جزار تستطيع دول الشرق الشمال المغربي الشمال قارة إفريقيا قادر على التعويض أم لا هل كل هذا لابد على دول الاتحاد الأوروبي من الآن الشتاء بعد شهور مهدة وأعتقد إذا لم يجدوا بديل مصادر الطاقة الروسية فأعتقد الوضع سيكون كارثيا على الدول اليورو ولابد من البحث عن مصادر البديلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا من شأن تزويتهم بمصادر البديلة للطاقة أشكرك جزي للشكر الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا أشهدت الولايات المتحدة بإسهامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية القيمة في تحقيق الأمن والازدهار لدول وشعوب العالم وذكرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تجدد التزامها بهذه المعاهدة المهمة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين على فتح باب التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في لندن وموسكو وواشنطن العاصمة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلن صندوق الامم المتحدة لسلامة الطرق جمع 15 مليون دولار من التبرعات لتحسين سلامة الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة المتوسطة الدخل بين عامي 2022 و2025 وقال الببعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لسلامة الطرق جون تود انه يمكن بل يجب انفاق اموال اضافية على حلول السلامة على الطرق لوضع حد للخسائر غير المعقولة في الارواح التي تحدث كل يوم قالت السلطات في هونغ كونغ ان طاقم سفينة يضم اكثر من 20 فردا فقد بعد ان شطرت السفينة الى نصفين في المياه المقابلة لشاطئ هونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية شابا واعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة انقاذ ثلاثة من افراد طاقم السفينة والتي كان على متنها ثلاثون شخصا وقالت ان عمليات البحث والانقاذ مستمرة على بعد 300 كيلو متر جنوبة غربية البدينة اعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيل الضحايا الانهيار الطيني بموقع بناء السكك الحديدية بولاية مانيبور الى 26 قتيلة وذكرت سلطات الانقاذ الهندية ان 21 من الضحايا الذين تم انتشال جثامينهم ينتمون لقوات الجيش التي كانت تعمل على تأمين المسؤولين بموقع البناء مضيفة ان اعمال الانقاذ قد تستمر ليومين رغم تضاء للامل في العثور على ناجين بين 37 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع خطر الاصابة بجدر القردة في المنطقة الاوروبية بما في ذلك روسيا كما اوسط ايضا منظمة الصحة العالمية جميع الدول ببدل بهود لتحديد الحالات الجديدة وتتبع المخالطين لسيطرة على تفشي المرض ومنع انتشاره بينما تواصل منظمة الصحة العالمية تتبع جدر القردة وتحاول التواصل لطرق انتشار العدوى حذرت المنظمة من خطر الاصابة بالمرض في المنطقة الاوروبية بما في ذلك روسيا فوفقا لتقديرات الصحة العالمية يعتبر الخطر على المستوى الاقليمي مرتفعا في المنطقة الاوروبية التابعة للمنظمة التي تضم 53 دولة بسبب التقارير التي تفيد بانتشار جغرافي واسع النطاق يشمل العديد من البلدان المتأثرة حديثا وفي هذا الاطار توصي منظمة الصحة العالمية بان تبذل جميع البلدان قصار جهدها لتحديد الحالات الجديدة تتواصل انشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكرة مركز زفتة وانطلقت فعليات تدريب العملي على الخياطة في عددين من القرى ضمن مبادرة مجغلي والتي يستفيد من خلالها النساء والفتيات لتحسين اوضاعهم بالدعم المادي والتدريب يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تتضمن محورا خاصا بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستوها الاجتماعي والمعيشي في ظل اهتمام الدولة المصرية بخلق لغة حوار عالمية لمواجهة التحديات الراهنة واحتضانها للعديد من منصات الحوار الاقليمية والدولية اكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ان اختيار مصر لتنظيم الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي 2024 يعبر عن ثقة الامم المتحدة في جهود القيادة السياسية خلال الفترة السابقة واضاف شعراوي عقب مشاركته في الدورة الحدية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي عقد في بولندا ان تنظيم مصر للدورة المقبلة يرسخ لدور القاهرة المحورية على المستويين الاقليمي والدولي اشتركوا في القناة نائبة رئيس بنك الاثثمار الاوروبي بزيارة لمصر لمدة اربعة ايام هذا الاسبوع وذلك تأكيدا على دعم البنك لجهود التنمية في مصر في مختلف المجالات وتعد هذه اول زيارة رفعة المستوى الى مصر بصفتها نائبة رئيس بنك الاثثمار الاوروبي منذ جائحة كورونا حيث من المقرر ان تلتقي خلال زيارتها عددا من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص لبحث صبول تعزيز التعاون ومناقشة الشراكات المستقبلية في القطاعات ذات الاولوية لا سيما في مجالة الطاقة والامن الغذائي والتعاون في الاعداد لمؤتمر المناخ كوب 27 نجحت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في الفوز بعضوية مجلس ادارة المنظمة الافريقية لتقييز سأرسو للفترة من 2022 وحتى 2025 في الانتخابات التي تم اجراؤها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة بالعاصمة الكاميرونية يويندي وصرح رئيس هيئة المواصفات والجودة خالد صوفي ان اعادة انتخاب الهيئة كممثل للدولة المصرية في عضوية مجلس ادارة المنظمة الافريقية للتقييز والذي شغلته لعدة فترات سابقة يعكس مكانة مصر الريادية في مجال المواصفات والجودة على مستوى القارة السمراء مشيرا الى ان الهيئة ستواصل التعاون مع جميع الدول الافريقية في مجال اصدار المواصفات الافريقية الموحدة حصدت ربعة بسمة ابراهيم برونزية الكليم في رفع الاثقال لوزن 59 كيلو جرام ضمن منافسات دورة العاب البحر المتوسط بالجزائر وحلت بسمة ابراهيم في المركز الخامس في ترتيب محاولات الخطف وجاءت ثالثا في الكليم بعدما رفعت ثقلا بوزن 113 كيلو جرام وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر الى 33 ميداليا متنوعة بواقع 7 ذهبيات و10 فضيات و16 ميداليا برونزية انتهت نشرة مشاهدين لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ويوجه بالاستمرار في جهود تطهير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية لبنان يؤكد تمسكه بعلاقاته الأخوية مع العرب خصوصا دول الخير التضخف بريطانيا يسجل أعلى مستوياته منذ 14 عاما خلال يونيو الماضي إلى هنا مشاهدين تنتهي جولة أكبرية من الثالثة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة